السلام عليكم ورحمة الله موضوعنا اليوم حتى نستفاد من العديد نستفاد من العديد بتشغيل المصابيح المنزلية هذه الأنواع أو بتشغيل مصابيح النيون اللي تكون بهذا الشكل هذه الأنواع أو بتشغيل شمعات القانصة اللي تكتل البعوض ونبدل إذا أطلت عندنا الطبل مارتة نقدر نخلي هذا بمكانة فراح نشغل هذا ونتعلم طريقة تشغيله شلون وإن شاء الله يكون موضوع مفيد موجودات في عدد البن هنا عشرة اللي موجودات واحد اثنية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة اللي راح نسوي هو كمظهر السخارجي لللاين موجود بهذا المرسل هذا الرئيس موجود موجودات بي ثنين فانيومات اللي هي المقاومة المتغيرة لان اثنين ذن ما نحتاجه الأسلاك اللي موجوده هنا على اللاين راح نزيلها ما نحتاجه لانها هي المقاومة المتغيرة فاحنا ما نحتاج المقاومة المتغيرة بتشغيل هذا اللاين نفحص بالبداية الملفات اللي موجودة حتى نربط عليها الكهرباء والتشغيل راح يكون على بطارية الليثيوم اللي هي 4 فولت هاي البطارية العادية مالة الليثيوم وراح اعلمكم طريقة شون اذا تريد تشغل على 12 أو 9 فولت شلن راح الخطوات اللي يسويها على مو تغير الفولتيج على اي بطارية راح تركب الوفو ميتر راح يكون على وضع البزر والديوت احنا وابدى افحص بالبن مالات الليين حتى نستكشف الملفات الموجودة ونشتغل عليها نبدأ بالبداية كالمعتاد من بداية اول واحد وي الثاني اشهر نطعني قراءة هذا وهذا متصلات هنا ملف وي هذا الطرف ماكو وي هذا الطرف ايضا ماكو ايضا ماكو ايضا ماكو هنا ماكو ايضا ماكو اذا متصل الى خط هذا البن متصل وي هذا ملف ويهذا متصل وي هذا الملف ويهذا ويهذا ذنن مشتركات ذنن تلاته والذن مشتركات اذا نجي على مرتسمة الليين الخط الاول هذا وهذا الخط الثاني والثالث ما مشترك ما طانع اتصال والرابع ما طانع اتصال الخامس طانع اتصال والطانع السادس ايضا طانع اتصال والسابع طانع اتصال بين الواحد والثاني اكو ملف وبين الثاني والخامس ايضا اكو ملف وبين الخامس والسادس اشعر عندنا ايضا نطعنا صوت إذن أكو ملف هنا وبين السادس والسابع أكو ملف عملتنا إشارة إذن عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي موجودات الملفات الهنا هذا النصمالين ويكون الخطين من هاي جهة وخطين من هاي جهة اللي راح نستخدمه راح نستخدم هذا الخامس اللي هو سنتر تاب بهذا الشكل وهي الخط الأول هذا الخط الأول راح نستخدمه نستخدم الملف كله ما راح نستخدم الثاني فنستغل الملف كله ناخذ الخط الأول وبينها ما راح أخذ هذا الخط السادس أستغل الملف كله هاي المسابع كله أستغل أمارة الملف واستخدم هذا الخط اللي هو السابع راح يصير عندنا الأول والخامس والسابع هذا اللي راح نربط عندنا وهذا هو السنتر تاب هذا هذا المركز ماله اللي يكون عليه الموجب يعني شغله راح يكون مثل شغلة العاكسة أما الثلاث نقاط الموجودة هنا هي هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط ذني أيضا ملف موجود هنا لكن هذا الملف صغير ثانوي الثانوي ما رح يفيدنا بالتشغيل رح يفيدنا هو الملف الأساسي اللي مرتبط بالسبعة بين الداخل اللاين اللي بقى عندنا هو ما عرفنا اللي هو الثالث والرابع ذني الملفين البن الثنيين ذني ما عرفناه إذن ذني واحد من عندهم هو اللي رح يشغل ويه اللاين ويه طرف اللاين ويه المخرج رح يشتغل عندنا واحد من ذني الثنين هو اللي راح الطرف الآخر الآن سنجي نحول عليه الأهمية عزمية أهم نفحص السنتر تاب هذا اللي موجود هنا ويه طرف الواحد قرأ عندي واحد ونص أهم ونفس السنتر تاب أقي سوية سبعة قرأ عندي واحد وثلاثة بالعشرة ما راح ألحم مباشرة على اللاين راح أخلي مقبس هذا نركب بالترانسيسترات هسا هذا الترانسيستر هاته 13000 وثلاثة هذا موجود بالمصابيع نفس الحالة هاته 13700 وسبعة أيضا موجودات بالمصابيع هاي النوعية موجودات بهم متوفر هواي من عنده وهواي بذبذبات لاتري تفحص وتركبها على المقبس هذا بعد ما توصل تفحص تعرف اذا تشتغل او ما تشتغل احتاجها 120 اوم لان المئة وعشرين اوم هي 330 او 300 احتاجها 12 فولت نحن راح نستخدم 4 فولت نص الكمية فراح استخدم 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 المئة وعشرين او 130 اوم هي كافة تشغلي الكهرباء حتى تنطيني او مياه اعلى وتعبر نسبة سماح ازيد للبوابة تنطيني فتح للبوابة يكون اكثر هذه المقابة راح اصير عليه البوابة وهذا الشكل البطارية راح اوصلها الموجب راح يكون على سمتر تاب هذا اللي طلعناه من الخريطة هذا البن البنص من اللاين هنا راح يكون الموجب والسالب راح اخلي عليه الاسويج هذا مفتاح لطفول شغل من عنده نرحم عليها بهذا المكان لان الخطين هنا اللي راح يغادرنا الجهاز يحتاجه مصباح او ميره ها سين شغله بسم الله اشتغل هاذ المصباح وما عندنا اي مشكلة اشتغل على هاذ الـ 13000 وتلافه الموس فيه 13000 وتلافه نخلي غير نوع نخلي هاي نوعية ثانية نركبها ايضا اشتغل النار مارتة قوية وخوش النار هذا اذا امنع بعد اشتغل ما بشي اذا عندك اذا تريد الشغل مصدر 12 فولت تقلل الأومية تقللها مو تقللها نحو القوة تسويها مثل مية او سويها خمسين تقللها بالزيادة تنطيع اذا هي مية وعشرين سويها ميتين وعشرين او سويها ثلاثمية وثلاثين الينامى التقالل 1% هذه ثاني8 ممتل نوعية ثلاثمية وثلاثمية 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 وهذا انا امي الفوات هات دي 2058 وurious jakrah سوف P compte سوف نظر ان تتماك صحية يكفي Haо 13000 وتلافه هذا اللي موجود بهاي المصابح هذه النوعية اشتغل عندنا والإلارة مارتك اللي زيانة هاي طريقة تشغيل لائن التلفزيون بأي ترانسيسر أو موسفيت عندك مذهب بيكون يشتغل والتشغيل على 4 فولت اللي موجود عندنا هو 4 فولت وسويتش دائرة بسيطة ما بها مشكلة وشكرا لكم التابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته